مضى أسبوع كامل على استهداف الرياض بصاروخ باليستي مصدره اليمن ارتدادات هذا الصاروخ أكبر مما توقعها مطلقوه فهي تقود اليمن إلى مستوى جديد من الحرب يكون فيه هذا البلد جزءا من دائرة واسعة لمواجهة إقليمية شاملة محتملة بين الخصوم الأقوية فالولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في تبني المواقف المتشددة تجاه إيران على خلفية هذا الصاروخ على نحو ما تجلى في تصريحات السياسيين الأمريكيين التي أشارت بوضوح كامل إلى مسؤولية إيران عن إطلاق الصاروخ باتجاه الرياض تصريحات أردفت في تصريحات مماثلة من جانب القيادات العسكرية على نحو ما جاء على لسان قائد وحدة جنوب غرب آسيا في القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية جيفري هاريان أكد خلال تصريحات صحفية أدل بها في دبي مسؤولية إيران عن تزويد الحوتيين بالصواريخ الباليستية وأنها جعلت شن هجمات بهذا النوع من الصواريخ من اليمن أمرا ممكنا وعلى صلة بارتدادات صاروخ الرياض عاد التحالف بعد مرحلة من الجمود ليوسع نطاق عملياته العسكرية التي اتخذت مسارا أكثر عنفا في ظل القصف المتواصل الذي يستهدف هذه المرة قائمة واسعة من الأهداف ويخلف آثارا جانبية خطيرة على حياة المدنيين وفي الآن ذاته رصد المراقبون واحدة من الارتدادات اللافتة لصاروخ الرياض والتي اتخذت طابعا سياسيا تجلى فيما يشبه الانفتاح من جانب القيادة السعودية جاه أحد الشركاء اليمنيين الرئيسيين في ميدان المواجهة مع الانقلابيين وهو التجمع اليمني للإصلاح فاللقاء الذي أجراه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض مع رئيس التجمع اليمن للإصلاح محمد اليدومي وأمين عام التجمع عبدالوهاب الآنسي جاء بعد أشهر من التجاهل والهجوم الممنهج الذي شنته وسائل الإعلام السعودية على الإصلاح لقاء استدعى ردود أفعال متباينة بين متفائلة وحذرة ويائسة خصوصا في ظل استمرار سياسة الإقصاء التي تمارس بحق هذا الحزب وأنصاره في الميدان من جانب أبوظبي الشرك القوي في التحالف على أكثر من صعيد ترجمة نانسي قنقر